دلوقتي يا أبونا أنا ما بقاش عندي ثقة في ربنا وإيمان ضعف دي يا ابن بالسورة كده ما لديش ثقة في ربنا هو ربنا دعا صديق ولا قريب ولا بشر عشان تقول عليه كده يا أخواننا لازم نتكلم ربنا بالاحترام والجلال والمجد اللي استحقوا ربنا يا أخواننا بلاش بالكلام ده نجلب على نفسنا غضب ربنا نفسه يا أبن لما تقول ما عنديث ثقة في ربنا ربنا حيسأل فيك بعد كده مثلا يعني تفتقي لما تقول ربنا حيسأل فيك يعني ولا بتجلب على نفسه غضب ربنا عليك يا أبن كده أقول لكل الناس لما نجي نتكلم عن ربنا نتكلم بالاحترام الواجب بالتقديس الواجب بالإجلال والإكرام الواجب لربنا يا أبن ربنا إحنا شواء تراب يا أبن حفنا شواء تراب واخديم الأرض وحنرجع لهم تاني ربنا اللي خلقنا واللي حيدينا يوم الدينونا إذا نتجسر نتكلم عنه عليه بها ما بقاش عندي ثقة في ربنا وربنا دعا يل بلعب معك ولا صديق يا أبن ولا قريب ولا أي حاجة الله اللي خلقك يا أبن اللي حيدينا يوم الدينونا اللي حيقول إن عمّا لك على العبد السرحة أمين دخل فرحة سيداك اللي حيقول يذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة اللي بيش في جنوده أرجوكوا لما تجدوا تكلموا عن ربنا تكلموا بحرص جديد يا جماعة بالمهابة اللي يستحقها الله علينا يا أحبائي مش أنا بيشترسك في ربنا يسترسك إزاي يعني قول إيمان الضعف ماشي إيمان الضعفيني قوي أنا بقلي سنتين أو حاجة في إيدي بقع سودة وبحضر قدسات كتير وبتناول بصلي بس خلاص ذهقت ما فيش نتيجة أعمل إيه يعني أنت عشان بقع سودة في إيدك تقول ما عندك سكاف ربنا يا ابني يعني مال أيوب البر بقى يعمل إيه يا ابني أيوب البر يعمل إيه يا ابني حيدينك ويديننا كلنا يوم الدينونا أيوب البر يتحمل قد إيه ده أولاده العشرة ماته في ساعة واحدة بعيد عنك أولاده العشرة كلهم ماته في ساعة واحدة أمواله كلها اتخذت يوم وراء يوم اتخذت كل ممتلكات يوم وراء يوم لما بقى مفلس على البلاطة صحيته اتخذت منه بقى عيانه دوت بيأكل في جسمه مراته مراته زيقت منه أصدقاءه عيروه وقالوا إحنا كنا مخضوعين فيك إنك بتاع ربنا ومش بتاع ربنا مراته اللي فضلاله قايت له روح بارك الله موت قايت له موت في وشه وفي كل هذا يقول الكتاب لم يخطئ أيوب إلى الله ولم ينسب إلى الله حماقة مش هنا عشان شباب بقع نقول أنا بقى إيش سكى في ربنا إيه يا ابني ما تصلي بقلبك وبإيمان إيه سنتين يعني وإيه سنتين يعني إيه سنتين يعني إصبرته أبقنا شوها ده تحمله قد إيه السيد ما رجيك ستحمل كم سنة عذاب يا ابني عذاب مش بقع في إيده كم سنة عذابات وألمات وضربه وسحل وعصر استحمله قد إيه يا ابني شهادة دميانة اسمها بنت وبنتي والي يعني متدلع على المفروض تحمله تقديه وتتحط في الزفت المغلي وتقصر في الهمبازين وتحط جسمها في جير حي إيه يا ابني شوها تبقع هتقول لي عليها ماليش تغطى ربنا وقالك سنتين بتصلي ما تستخدم المال مصلي يا ابني خد مية لقان واستحمى بيأخسل بها البقع دية كل يوم وإلى اللي هقولك على إيدة في الكتاب المقدس سفر رؤية صحة 4 و 5 و 6 مزمون 35 خاصة ميرام مزمون حسلوا الساكن وتهينهم بالزيت المصلي كمان خد زيت المصلي من الكنيسة زيت مسحة المرضى وربنا يتمجد يا ابني في الوقت اللي هو شايفه مناسب ويشفيك من كل مرضى ولو ما شفكش جدل أنا الله لا يقدر يعني ولا يسمح بس هو بيشفي لكن لو جدلا ما شفكش من ناحية جدلية صليب يا ابني تحمله مش قادي تحمل يعني الصليب هايف زي كده شوية بوع في إيدك يعني يكفي انك بتروح الكليسة رايح جاي برجليك وبصحتك وبعقلك يا ابني اشكر ربنا يا ابني علي انت فيه اشكر ربنا علي انت فيه ربنا معاك ويحافظ عليك يا ابني وخليك عندك صبر وثقة تمام كاملة في محبة ربنا اللي جيه من محبته المفرطة إيه بيلي بقى في شكل اللعب وإيه بيلي يتهان ويتقلم ويتمصبر المسامير في إيده مش بوع عصودة في إيده المسامير وكليه الشوك على جبينه والحربة في جابه والصليب كعطات المجرم كل ده عشانك عشانك يديك حياة أبادية خشوشينه فإن النعمة لا تدوم استحمل يا ابني خليك رجل ربنا معاك ويحافظ عليك ويديك سؤاله وترجمة نانسي قنقر